هنتكلم دلوقتي على النوع اللي هو M1 و M2 M1 AML with Maturation M2 AML with Maturation هنشوف ونعرف الفرق بين النوعين دون 90% or more of the non-eresteroid cells are myeloplast يعني أكثر من 90% يبدي myeloplast يبدي M1 طيب أقل من 90% 20% إلى 89% or more of the plus دي تبقى M2 أول روز موجودة في الاثنين أكثر من 3% of the plus are MpO يبقى ده MpO أكثر من 3% هنا بينما في M0 كان أقل من 3% يبقى إحنا لو شفنا الشرايح بتاعتنا هنلاقي M1 دي كنت لها plus فاكرين النيكلولاي اللي أنا قلتلكه عليها قبل كده داخل النواة في نواة صغيرة نيكلولاي اسمها إيه؟ اسمها نيكلولاي برضو هنا موجودة كل الخلايا دي عبارة عن myeloplast يبقى قدر أقول إن أكثر من 90% myeloplast يبدي M1 طيب، الصورة اللي جنبها هنلاقي إن في خلايا أخرى بتاعت تظهر في شوية maturation يبقى في ماتيوريشن الخلايا اللي ظهرت دي على طول قالت لي إن في ماتيوريشن وفعلا لو عديت myeloplast هلاقي myeloplast هنا أقل من 90% أقل من 90% اللي احنا قلنا عليها في الشريحة من 20 إلى 89% يبقى الحالة بتاعتنا M2 سواء M1 أو M2 هنلاقي MbO اللي هي موجودة بقى أكثر من 3% أكثر من 3% معناها إنها postif ايه من MbO؟ بتلاحظ كده إن إحنا صبغنا سيتو بلاس ابتدت تباني الحبيبات باللون الغامق black أو plush كده لما تشايفين معايا في الصورة واضحة جدا إن كل الخلايا وغدها اللون الغامق دي بقى دي سيتو كيمستري مهمة قوي اسمه MbO فرألي بين M1 M2 and M0